حاجة مهمة جدا دعوة لكل فنان أن يظل على إبداعه ودعوة لكل فنان أن يظل على احترامه لنفسه أولا واحترامه للجمهور أولا برضه الإبداع موجود في كل مجال والإبداع موجود عند العائل الزغيرين أكتر من الكبار لأنه بيبقى لسه المخ بكر العقل بكر ملوش حدود الطفل بطبيعته حالة خيال مطلقة غير محددة لم تقام حولها أي أسوار جائزة الدولة باسم المبدع الصغير برعاية السيدة الأولى سيدة انتصار السيسي خلونا نشوف كلمة السيدة انتصار السيسي من خلال إعلانها أو كلامها حول بعض من تفاصيل جائزة المبدع الصغير بسم الله الرحمن الرحيم الاهتمام بالأطفال والنشء إحدى أولويات الدولة المصرية لخلق جيل جديد مبدع قادر على تحقيق آمالنا وطموحاتنا في مستقبل مشرك جائزة الدولة للمبدع الصغير حلم أولادنا سيصبح حقيقة وأطفالنا هم مستقبلنا والله الموافق الجملتين الأخرى دول حلوين قوي حلم أولادنا هيصبح حقيقة وأطفالنا مستقبلنا حلم أولادنا اللي هيصبح حقيقة ده يمكن اللي كنا لسه ناوح حضراتكم بنقوله دلوقتي الأطفال عبارة عن حالة من الخيال المطلق حلمهم قد يتحول إلى حقيقة بالمناسبة عن طريق المشروعات اللي هيعملوها الأفكار اللي هيقدموها دي من ناحية حلمهم بأن يبقى لهم دور جوة المجتمع ده في حد ذاته بيتحول لحقيقة بالجائزة دي الأطفال هم المستقبل يعني دايما نستاذك تقول لك الشباب هم مستقبل هذه الأوطان غلط الشباب هم حضر الوطن أما الأطفال فهم مستقبلوا الاهتمام بالأطفال إلى هذا الحد إن عكس إنما يعكس إن الدولة بتفكر في مستقبل الأجيال خد بالك كون إن الدولة بتبني للحاضر وتبني مشروعات ضخمة وقومية وعظيمة جدا للمستقبل ما حدش يقدر يتكلم فده بالمناسبة ولا حد يحاول حتى يهدم أو يقوم بهدم هذه الأفكار خالص لأنا أفكار تحولت إلى حقيقة على أرض الواقع لكن إزاي إن الدولة تهتم بالطفل وبإبداعه وبتنمية هذا الإبداع وبتشجيعه لدرجة أنه طفل طفل يحصل على جائزة الدولة في يوم من الأيام هيحصل إمتى؟ ده من اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها بعد ترجمة نانسي قنقر